كل أسبوع اللي فات وقلنا رغم ناس وتقدم السن وعلي وعلي والكلام ده كله ولكن شايفين ثقة كبيرة جدا 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 من مرسل كولر فعلي معلول حتى الراجل يعني نادرة نما بيريحه طبعا دي أرقام علي معلول النهاردة قدام فيوتشر لعب التسعين دقيقة الهدف طبعا ما سجلش صنع الهدف اللي هو المودست اللي شفناه كلنا لمس الكورة مية ستة وعشرين مرة عدد التمريرات اتنين وسبعين تمريرة بنسبة نجاح اتنين وتمانين وتمانية من عشرة في المية معدل دقة التمرير اتنين وتمانين تمانية من عشرة عمل تمريرتين مفتاحية عمل أربع عرضيات منهم اتنين صحيحة طبعا أكيد منهم بتاعة الهدف ودي كانت أهم عرضية لي في المباراة عمل تسع عمل تمن كرات تمريرات طولية من خمسة صحيحة سدد على المرمى مرة واحدة خارج المرمى مفيش خسر الاستحواز 24 مرمى عدد الالتحامات الأرضية 17 التحام كسب منهم 7 وعدد الالتحامات الهوائية واحد طبعا يعني خلي بالك كمان علي معلول انت بتتكلم النهاردة ان انت مزود كمان على التسعين دي دولار 30 دقيقة كوقت اضافي يعني انت بتتكلم فعلي معلول النهاردة ما شاء الله عليه انه هو قادر انه هو يلعب 120 دقيقة لحد الوقتي وده أكبر دليل ان الراجل بيدي له الراجل عنده ثقة كبيرة فيه الراجل طبعا عمل تغييراته وخلينا نقول بالنسبة حتى كمان للتغييرات لو احنا عادينا عمالين بنتكلم في التغييرات خلينا نقول النهاردة الاتنين مدربين موفقين في تغييراتهم يعني اه الناس طبعا مع ان المباراة بالنسبة للنادي الاهلي راحت وجدته وان بعد ما النتيجة بقت اتنين اتنين بقت الناس قاعدة عمالة تلوم ممرس الكولر لان طبعا خرج الخماسي اللي بيلعب قدام سواء برستاو حسين الشحات كهربا امام كوكا الخمسة دولة كانوا طلعوا وقال لكم المين حيكيب دلوقتي اجوان واحنا محتاجين وبعد ما الناس رجعت للمباراة وكلام كتير او بيتقال في النقط دا ولكن خلينا نقول المدرب دايما اما بينزل حد واللعيب البديل دا وتنزل اضاف وسجل على طول بنقول دا تغيير موفق وده احنا النهاردة شفناه في الفرقتين شفنا ازاي مودست اما نزل ان هو سجل الهدف التالت وصنع الراب شفنا كريم فؤاد اما نزل ازاي ان هو قدر ان هو يقتل المباراة بالهدف الرابع فده خلينا نقول بيبقى فيه توفيق بالنسبة للمدرب فيه التغييرات اللي هو بيعملها اه طبعا اللعيبة اللي خرجت اكيد خرجوا مستهلكين مستهلكين ماتشاط كتير قوي انت شفت الفترة اللي فاتت بتطلع من هنا بتطلع على كسر عالم للاندية بتلعب ثلاث ماتشاط جمدين بتطلع على سوبر بتلعب قبل النهائي والنهائي كلها ماتشاط في وقت دي وكلها ماتشاط مع فرقة تقيلة فده وضع طبيعي جدا ان اللعيب يبقى تعبان واللعيب يبقى مستهلك نهارده شوفنا حسين الشحات قبل ما يطلع الراجل واقع واحد عمل مش قادر يقوم وبيقوم بيحاول تاني ومع ذلك هو بيحاول بتشوف ان هو الراجل برضو عمل ديك بكعبه وشغاله ولكن الراجل خلاص في الاخر وقع قهربة وقع فوضع طبيعي جدا ان اللعيبة ديها تبقى تعبانة ومستهلكة ولكن بقول لحضرتك البديل بينزل بيسجل اذا المدرب تغييره موفق نفس الموضوع بالنسبة لريكاردو الناحى التاني المدير الفني لمودرن فيوتش النهارده بيعمل تغييرات وهو كمان اصلا في موقف صعب الراجل والراجل بعد المراسون اللي قدر يعدي فرقة تقيلة زي ببرامز مراسون رجلات الترجيح ولكن قدر انه هو يروح بيغير بيعمل تغييرات بينزل عمر السعيد عمر السعيد بيضغط بيسجل هدف بينزل محمد محمود محمد محمود بيسجله هدف فالراجل برضو تغييراته كانت موفقة ومؤسرة في اداء مودرن فيوتش حتى هشام عادل تغييره كان مؤسر طبعا تغيير علي زعزعم عبدأي تحداث الشوت التاني طبعا الراجل برضو اللي يكون فعونه لان حصل له اصابة في المكان دوت لعلي الفيل وهو اصلا الراجل مش مستحمل الاصابة في المكان دوت يعني الراجل ده مرعي كان عنده وخلاص مش كان عندك محمد عبدالسلام اتصاب المنش اللي فات علي الفيل بيتصاب النهاردة عندك خلد رضا مصاب عندك رز مصاب فالنهاردة مع اصابة علي الفيل خلاص الراجل بياخد قرار انه هو بيشيك علي الفيل بيسحبه من الملعب بيدخل باسم علي ويلعب مساج جنب محمد ربيعة اللي هو بالمناسبة لعيب كويس قوي قوي حيبقى له مستقبل كبير قوي محمد ربيعة بيخش اللي اتنين بيلعبوا اتنين مساكين وبينزل علي زعزع هو اللي بيلعب كبكة يمين فالراجل برضو يعني كل التقدير والاحترام لانه هو الراجل عنده مشاكل كتير ومع ذلك بنقوله الحتة الخلفية الصباط كتير قوي في المدافعين اللي اتنين مساكين اللي بيلعبوا الشوت التاني سواء باسم او محمد ربيعة اصلا الراجل ده بيلعب طرف شمال وباسم بيلعب طرف يمين ولكن هو الراجل بالمتاح يعني شغال جونسان لسه الراجل هو تبادي معهم البطولة دهيت من اول السنة اصابة طويلة جدا فانت بتتكلم في العيب برضو مؤسر جدا جونسان من اهم مفاتيح اللعب الفرقة مودرن فيوتش نفس الموضوع انت دلوقتي اما بتخش وانت جاي تلعب على بطولة ونفسك ان انت تتحقق اول القابها وتلاقي لعيب باهمية عمر كمال عبدالواحد مش موجود معاك لا يفرق معاك لانك انت زي ما بقول لحضرتك السنة اللي فاتت اما كان مودرن بيلعب وفرض نفسه على الناس كلها فاحنا كنا حفظين وعارفين ان انت عندك عمر كمال ده وتلعيب مؤسر جدا عارف ان احمد رفعت لعيب مؤسر جدا فانت دلوقتي معاكش احمد رفعت معاكش عمر كمال جونسان اربع لعيبة مهمة جدا خرجوا منها من عندك سواء كريم نيدفيد ولا بوب ولا مرعي ولا مهند لاشين ايمان الصفاقسي مش معاك محمد فاروق كان موجود وتصاب وخرج فكل دي مشاكل الراجل بيعملها النهاردة الراجل بيعمل تغيير بيعمل تغيير غريب جدا يعني كان واحد من كان اهم الناس اللي مشكلها خطورة النهاردة لفرت مودرن فيوتشر عبدالكبير الوادي الراجل خد قرر ان هو يسحبه من الملعب وهو بيغير فانت تستغرب التغيير وانت عد تتفرج ازاي عبدالكريم الوادي يطلع من الملعب ازاي ما طلعش من الملعب ولكن بتتفاجئ ان هو مع تغييراته لا المستوى بيتحسن اداء الفني بيتحسن كل اللعيبة اللي نزلت لعيبة كويسة وبالتالي اعطوا اضافة كبيرة جدا لفرقة مودرن فيوتشر اشتركوا في القناة